بعد قرار مفوضية الانتخابات منع المدعو أبو مازن من الترشح بسبب إدانته بالفساد تصاعدت مطالب شعبية تنادي بملاحقة الفاسدين قضائيا ومحاسبتهم وعدم الاكتفاء بإبعادهم عن الانتخابات فقط بل القبض عليهم ومحاكمتهم محاكمة علنية واسترداد الأموال كافة التي سرقت وأهدرت الفساد المالي والإداري هو الوجه الآخر للإرهاب الذي ينخر في عمق الدولة العراقية فينبغي على القوى السياسية والبرلمان والهيئة المستقلة للانتخابات منع المفسدين الذين تسببوا بهدر المال العام وتقويض النظام السياسي منعهم من الترشيح إلى الانتخابات ولا يكفي فقط منع الفاسدين من الوصول إلى المناصب بل ينبغي أن تتم حاسبتهم من قبل الجهات المختصة وعلى جانب آخر حمل خبراء قانون مجلس النواب مسؤولية منح بعض الفاسدين الحصانة والشرعية للتمادي في فسادهم عبر السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات وإجراء التحالفات السياسية معهم مراقبة ومتابعة سير عملية محاربة ومكافحة الفساد فإن البرلمان وفق دستور العراق هو السلطة التشريعية العليا وبالتالي هو من يراقب الحكومة وإذا كان هناك خلال من الحكومة فأعتقد أنه على مجلس النواب أن يذهب باتجاه استجواب أو استضافة رئيس الوزراء وبالتالي يكون عمل تكامل في محاربة الفساد مراقبون يؤكدون أن مجاملة الفاسدين على حساب مصالح الدولة والمواطنين ستسهم في إضعاف المؤسسات الحكومية إداريا واقتصاديا كما ستؤثر على سمعة ونزاهة القضاء فضلا عن دور هذه الآفة المدمرة في انتشار الفساد بشكل أكبر وذلك لإدراك الفاسدين أنهم لن يخضعوا للحساب من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي